السلام عليكم متابعي قناة HD فيلم الكرام وبيبدأ فيلمنا النهاردة مع يون وهي في الباس مع زميلها في المدرسة ورايحين رحلة بمناسبة تخرجهم من المدرسة السنوية وفي الطريق بتسأل يانغ يون إن كانت قبلت حبيبها مبارح فبتطلب منها يون تسكت علشان ما فيش حد يسمعهم لكن يانغي بتفضل تهزر معاها وبتتكلم عن حبيب يون طول الطريق لحد ما بيناموا كلهم لكنهم فجأة بيصحوا وبيلاؤوا الباس داخل طريق غريب وماشي بسرعة كبيرة فبيشكوا إن في حاجة غريبة بتحصل وفعلا بعدها بشوية بيلاؤوا غاز منوم انتشر في الباس وبيلاقوا ناس ما يعرفهمش ظاهروا وخادوا يوم من الباس ومشوا ولما بتفوق يوم من تأثير المنوم بتلاقي اتنين ستات واقفين جنبها فبتسألهم هم مين فبيقولوا لها إنهم أقرب الناس ليها وبيطلبوا منها ترتاح وما تفكرش في حاجة لكن يوم بتكون خايفة جدا ومش عارفة إيه اللي بيحصل لكنها مش بتحس بنفسها غير وهي بتنام ولما بتصحى بتلاقي نفسها في مختبر مليان دم وناس ميتة وشكله غريب وبتلاقي نور جاي من بعيد فبتمشي ناحيته فبتلاقي باب بيخرجها برا المختبر لكنها بتكون في مكان هي أول مرة تشوفه في حياتها وفي الوقت ده بيكون من ورجاله بيزوروا دكتورة باك في بيتها وبيقول من لباك إنها عايشة في بيت حلو جدا وبيقول لها إنها لازم ترجع تشتغل معاه علشان تقدر تحافظ على البيت ده من الانهيار فبتحس باك في كلامه بنبر التهديد وبتسأله هو عايزها تشتغل معاه ليه بالزبط فبيقول لها إنه عايزها ترجع تشتغل على المشروع اللي بدأوا شغل عليه من سنين ودلوقتي لازم يكملوه لكن باك ما بتكونش عايزة تعمل كده وفي الوقت ده بتكون يون ماشية في الشارع وبيقابلها باس ماشي بسرعة جدا لكنه بيقفلها وبيرجع مرة تانية وبيتكلم معها واحد من الموجودين جواه بيتعصب عليها جدا وبيطلب من واحد من رجال ويركبها الباص غصبا عنها وفعلا بيركبوها وبتكون يونغ جوا الباص وبتكون العصابة دي خطفاها وبتطلب يونغ من العصابة يسيبوا يون تمشي لأنهم ما يعرفوهاش من الأساس فبيقول لها رئيس العصابة إنه خادها لأنه خاف تكون شافة نمر العربية فبتقول له يونغ إن ده مستحيل يكون حصل لأن العربية كانت ماشية بسرعة كبيرة جدا وهنا بتتكلم يون وبتقول لهم رقم العربية فبيستغربوا كلهم ومش بيعرفوا هي قدرت تحفظ الرقم ازاي وبيطلبوا منها تقول لهم عملت كده ازاي لكنها مش بترد عليهم وده بيديقهم أكتر وبيكونوا هيدربوها لكن يونغ بتطلب منهم ما يقربوش منها وإلا هتئذيهم فبيستهزئوا بيها وبيمد واحد فيهم إيده عليها لكن فجأة بيلاقوا يونغ ضربت كل اللي في العربية بقوة كبيرة جدا وخرجت العربية برى الطريق بسبب قوتها فاتخبطت العربية في شجرة وكل اللي فيها فقدوا الوعي اللي هي ويونغ فبتقرر يونغ تهرب بسرعة وبتتصل بالدكتور سون صديقها اللي بيجي بعربيته وبياخدها وبيمشي لكنها قبل ما بتمشي بتاخد يون معاها لأنها بتصعب عليها وبتخف تسيبها في وسط الغابة لوحدها ولما بيوصلوا عيادة سون بتطلب يونغ من سون يعالج يون لأنها تعبت منهم وأغمى عليها وهم في الغابة فبيبدأ سون يعالجها فعلا وبيخرج من ظهرها كمية إزاز كبيرة ولما بيعمل لها إشاعة على ظهرها بيكتشف إن في جسم غريب موجود في ظهرها هو مش عارف يوصله وفي الوقت ده بتكون فور في معركة كبيرة مع مجموعة مجهولة من الناس وبتقدر تقضي عليهم كلهم وبعدها بييجي هاري جوزها وزملها في الشغل وبيسألها عملت إيه في المهمة فبتقوله إنها نفزت المطلوب منها بالزبط وقتلت كل اللي كانوا موجودين في المكان وبتطلب منه يرجعها البيت ولما بترجع البيت بتبدأ تعالج نفسها من أثار المعركة لكنها بتحس إن في قوة كبيرة مشية جواها وحتى هي مش قادرة تتحكم فيها وفي الوقت ده بتكون يونغ قررت تاخد يونغ وتخليها تعيش معها في البيت خصوصا لإن يونغ مش بتتكلم ومش بتقول هي بيتها فين وفعلا بيروحوا هما الاتنين بيت يونغ وهناك بيقابلوا جيل أخو يونغ الصغير اللي بيسأل يونغ كانت فين طول المدة اللي فاتت وبيسألها عن الجروح اللي فوشها فبتقوله إن ده شيء ما يخصهوش فبيرخم جيل عليها وبيضربها بهزار لكن يونغ بتدخل وبتبعده عنها فبتطلب منها يونغ تهدى وبتقول لها إنه أخوها الصغير وبتقول إنه بيهزر معها مش أكتر وبتطلب يونغ من جيل يرجع قطه وهي هتحضر العشاء وهتنادي عليه وفعلا ده بيحصل وبيتعشوا كلهم سوا بعدها بشوية لكن يونغ تكون مكسوفة تاكل لحد ما يونغ وجيل بيدخلوا في منقشة حدا مع بعض لإن جيل مش مركز في الأكل ودايما بصص للموبايل فبتستغل يونغ انشغالهم وبتاكل كل الأكل اللي قدامها لإنها جعانة جدا وبعدها بتاخدها يونغ وبتوريها الأوضة اللي هتبات فيها وبتديها لبس من بتاعها وبتطلب منها تلبسه علشان تنام وهي مرتاحة وقبل ما تسيبها وتمشي بتشكرها لإنها أنقذتها من العصابة اللي كانت خطفاها والتاني يون بتكون فور وهاري عند باك في البيت وبتوريهم باك سولة يون وبتطلب منهم يدوروا عليها ويجبوها قبل ما مان يقدر يوصل لها فبتسألها فور هي عايزة يون ليه وبتسألها عن الشيء المميز في البنت دي اللي يخليها هي ومان يدوروا عليها فبتقول لها أن يون هي أنجح تجربة عملها مختبر مان وبتقول أن المختبر قدر يوصل يون لمستوى عالي جدا من القوة عن طريق شريحة صغيرة مزروعة في ظهرها وبتدي باك موبايل لفور وبتقول لها أنها هتلاقي رقمها على الموبايل ده وبتطلب منها تكلمها منه أول ما توصل ليون وبعدها بتمشي فور وهاري وفي الطريق بيسألها هاري إن كانت تعرف مان لأنه الواضح من طريقة كلامها عنه إنها تعرفه كويس فبتقوله إنها كانت بتشتغل في مختبر مان من عشر سنين وفي اللحظة دي بتشوف فور عربية ماشية وراهم فبتطلب من هاري يهرب منهم فبيهرب هاري فعلا لكن العربية بتفضل ماشية وراهم فبيقرر هاري يهاجمها وبيقدر يقضي على الاتنين اللي فيها الوحده بكل سهولة وهنا بتدخل فور وبتقولهم إنهم لازم يخلوا مان يكلمها في أسرع وقت وبتاخد هاري وبتمشي في الوقت اللي بتكون في يونغي في البيت وبتتفاجئ بالعصابة اللي بتطردها جيالها البيت فبتهددهم بسلاح قديم وبتطلب منهم يمشوا لكنهم مش بيخافوا منها وبيقدروا ياخدوا منها السلاح وهنا بيقول رئيس العصابة اليونغ إنها تقدر تمضي على عقد بيع البيت والأرض اللي حواليه وتمشي فبتقوله إن دي أرض باباها ومستحيل تتخلى عنها مهما حصل وبتقوله إنها عارفة إنه هو اللي قاتل باباها وعمرها ما هتغفر له حاجة زي دي وهنا بتظهر يونغي وبتكون واقفة على سطح البيت وبتنط من فوقيه ببراعة ولما بتوصل بتضرب كل الموجودين بقوة جبارة لحد ما بتوصل لرئيس العصابة وبتكونها تضربه لكن يونغي بتطلب منها تبعد عنه وبتروح هي لرئيس العصابة وبتضربه بالألم وبتطلب منه ما يجيش هنا تاني فبياخد الباقي من رجاله وبيهرب بسرعة وهو خايف جدا والتاني يوم بتكون فور مع هاري وبيكونوا مستنيين مان اللي بيجي بعدها بشوية فعلا وبيتكلم مع فور لوحدهم وبيطلب منها تبعد عن باك وما تنفزش أي مهمة هي هتطلبها وبيقول لها إنه عارف إنها طلبت منها تدور على يون وبيقول لها إنه هو بيطلب منها ما تعملش كده علشان هو وهي ما يتصدمش ببعض فبيتقوله إنها مش بتحب حد يقول لها هي المفروض تعمل إيه وما تعملش إيه وبتقوله إنها هتعمل العملية دي وبتسيبه وبتمشي في الوقت اللي بيكون في رئيس العصابة عند سون في العيادة وبيسأله عن يون وبيقوله إنه هو ويونغ قريبين من بعض وأكيد هو عارف كل حاجة عن يون لكن سون مش بيكون عارف عنها أي حاجة وده بيديق رئيس العصابة جدا وبيخليه يؤمر رجاله يضربه سون بقوة في الوقت اللي بتكون في يونغ وجيل ويون رايحين السوبر ماركت سوا وهناك بتحب يون الأكل اللي بتقدم في المول وبتجربه كله لكن جيل بيحاول يمنعها تعمل كده لإنه شايف إن ده شيء محرق جدا وفي الوقت ده بتوصل مكالمة يونغ من سون وبتعرف إنه في المستشفى فبتروح له بسرعة علشان تتطمن عليه وبتعرف إنه تصاب إصابة كبيرة في إيده بسبب رئيس العصابة فبتخده بترجعه البيت وهناك بيقول لها سون إنها لازم تمشي يون لإنها لو سبتها في البيت هتتئذي جدا وبيطلب منها تبيع الأرض لرئيس العصابة وتخلص من شره وفي الوقت ده بيكون رئيس العصابة رايح مكتبه لكنه أول ما بيدخل المكتب بيلاقي رجالته كلهم مقتلين وبيلاقي أربع أشخاص بيسألوا عن مكان يون وبيهددوا إنهم هيقتلوا لو ما قالهمش على مكانها فبيضطر يقول لهم مكانها فعلا علشان ما يتئذيش وفي الوقت ده بتكون يونغي خارجة من عند سون وبتتفاجئ بفور وهاري قدامها وبيسألوها عن يون لكنهم بيعرفوا إنها ما تعرفش عنها أي حاجة وما تعرفش تفاصيل مختبر مان فبيكتفوا إنهم يعرفوا عنوانها وبعدها بيسيبوها تمشي وبترجع يونغي البيت وهناك بتطلب من يون تمشي من البيت بسرعة لكن في الوقت ده بتتفاجئ برئيس العصابة بره البيت فبتطلب من جيل يهرب يون من الباب الخلفي وهي هتلهي رئيس العصابة وفعلا بتحاول تعمل كده لكن رئيس العصابة بيدربها برصاص وفي اللحظة دي بيدرب واحد من رجالة مان بيت يونغي بار بي جي وبيفجر البيت علشان يقضي على يونغي لكن يون بيكون خارجت من البيت وفي الوقت ده بيكون الفريق اللي عينه مان وصل هو كمان لبيت يونغي اما جيل فبيكون شاف اخته هي مقتولة وقع على الارض فبيتعصب جدا وبيقول لرئيس العصابة انه هيقتله وهينتقم لموت بابا واخته فبيقول لرئيس العصابة انه هو واخته اغبية وبيقول ان الارض اللي فضله هو واخته يدفع عنها طول السنين اللي فاتت بتاعته وابوهم هو اللي خدها منه زمان بالقوة وهو بيرجع حقه مش اكتر وهنا بتوصل فورو معها هاري وبيدخلوا في قتال شارس مع رجال مان اللي بيكونوا اقوية جدا وبيتضح انهم متركب لهم نفس الشريحة اللي بجسم يونغ وده مخلي عندهم قوة غير عادية لكن ده مش بيخوف فورو هاري وبيكملوا قتال وفي اللحظة ده بيكون رئيس العصابة قرر يضرب جيل بالرصاص فبتحاول فور تحميه لكنها مش بتقدر تعمل كده وبيموت جيل جنب يونغ وفي الوقت ده بتكون يوم في الغابة وبتتفاجئ بواحدة من رجال مان وبتلاقيها بتهاجمها وبتقول لها انها هتقتلها لكنها بمجرد ما بتهاجمها يون بتقتلها فورا بكل سهولة وبتفضل يون بعدها تفتكر كل اللحظات الحلوة اللي عاشتها مع يونغ وجيل اللي اثروا فيها جدا رغم الوقت القليل اللي قضيتوا معاهم اما فورفة بتكون خلاص بتتهزم من رجال مان لانهم بيكونوا اقوى منها بكتير وبيكونوا هيقتلوها لكن في اللحظة ده بيدخل هاري وبيحاول يمنعهم من انهم يقتلوها وبيضرب واحد فيهم وبيفتكر انه خلاص مات لكن ده مش بيحصل ومش بتأثر ضربة هاري باي شيء وفي اللحظة دي بتوصل يونو معاها البنت اللي قتلتها وبترميها قدامهم وبتسألهم هم عايزين منها ايه بالزبط فبيقولولها انهم هنا علشان يقتلوها فبتدخل يون في قتال مع واحد منهم وبتقدر تقضي عليه للابد بكل سهولة ولما اخر واحدة من رجال اثنان بتشوف ده بتخاف جدا لان اللي يون قضت عليه بالسهولة دي هو اقوى واحد فيهم فبتحاول تهرب لكنها بتتفاجئ بعربية جاية وبتنزل منها هيون فبتحاول تستنجب بهيون وبتطلب منها الحماية لكن هيون بتقتلها بنفسها وبتقول لها انها مش هتقف معاها ضد اختها وهنا بتستغرب يون وبتسأل هيون ان كانوا اخوات فعلا فبتقول لها انهم اخوات وبتقول لها ان هي اللي هربتها من مختبر مان من غير ما حد يحس انها اتدخلت وبتطلب منها تيجي معاها علشان يدوروا على مبتهم لكن هيون مش بتصدقها وبتروح لجيل ويون وبتحس بحزن جديد لانهم ماتوا وبتقول انها عايزة طريقة تقدر ترجعهم بيها فبتقول لها هيون ان الطريقة الوحيدة لده هي انها تحولهم علشان يبقوا زيها وبتقول لها ان الواضح انها بتحبهم جدا لكن الاحسن انها تسيبهم يموتوا كبشر علشان ما يعانوش المعاناة اللي هم معانوها فبتقرر هيون تسمع كلامها وهنا بتخضر هيون يون وبتخدها وبيمشوا بعد ما بتقول لها انهم لازم يدوروا على ممتهم سوا في الوقت اللي بتكون في باك في البيت وبترسم صورة اليون وبتقول ان يون بنتها وبتقول انها اكيد هترجع لها في يوم من الايام وفي اللحظة دي بيتطدح ان فور لسا عايشة هيا وهاري وبتتصل بمانو بتقوله ان يون هربت وبتقوله انهم لازم يوصلوا لها بسرعة لانها اكتشفت ان يون اقوى من اي شخص خارج من مختبر مان وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات اتش دي فيلم